من الأعشاب الجبلية المعروفة في منطقة المدينة المنورة وفي الكثير من المناطق عشبة الخشيرة والشويخ هذه العشبة لها طريقتان في النمو ممكن تنمو تنبت بداية الربيع من البذور البذور موجودة هنا وممكن تنبت تستعيد تغرارها وحيويتها من الجذور هذه كما نلاحظ خشيرة يعني قديمة لكن يبدو أنها ما زالت تحتفظ بعروقها أو جذورها في التربة ولذلك مع هطول الأمطار استعادت الحياة من جديد وكل ذلك بفضل الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر